الكل في انتظار عودة الاهلي مرة تانية بعد غياب ما طولت سأوي المراضي لكن في النهاية يعود الاهلي بعد 48 ساعة للاستقناف مشواره في الدولة بمواجهة مش عايزة اقول صعبة لكن في النهاية تحت ظروف يمكن التوقف تحت ظروف يمكن غياب الدوليين عن المشاركة في التدريبات بالتأكيد مباراة لها حسابات خاصة جدا وخصوصا انها مقدمة لتسع مباريات من العيار التقيل في فترة زمنية وليلة جدا فالاهم انك تعدي مرحلة فاركه بدون اي خسايا لانه اعتقد انه ده يأثر بشكل كبير على مشوار النادي الاهلي هبدأ بالاهلي ومش هنسى اليورو ومش هنسى الميركاتو ارحب بضيوفي الاول المحالين الفنيين بلال محسن مساء خير يا بلال مساء النور يحمد طبعا اهلا بك واهلا بكل الاستاذنا المشاهدين وان شاء الله تبقى حلقة مميزة ان شاء الله والميركاتو طبعا بالنسبة لك خلص كده خلاص انا خلاص انا اتعشت زي ما بيوت كيليا نمبابي وخلاص كده وبيشرفنا الاول مرة النهاردة كابتن عماد عبدو المحال الفني واحد من المصريين اللي احترفوا في الدوري الامريكي تحديدا في نادي كوزموس بيشرفنا النهاردة في السادسة يمكن الاول مرة نمساء خير كابتن عماد واستاذ احمد اهلا بك واهلا بكل العاملين في قناة الاهلي منورين الدنيا وكل سنة وطيبين وبخير يا رب دايما خليني ابدأ معكم بملف الاهلي بقول دايما انه يمكن بعد يعني بعد كل توقف مش بس السيزن ده في كل سيزن بيبقى في كده الاهلي كيرفو بيوصل لعلى مستوى وده حصل معنا مرتين السنة دي مرة مع الفوز بميداليا برونزية في كاس عالم وبطولة السوبر المصري كان توقف بسبب افريقيا ورجعنا بعدها كان في شوية صعوبات وجهتنا على مستوى الاداء والنتائج مرة تانية بعد مبالاة الاجندة الدولية وصل الاهلي بفورما كويسة جدا حق دوري ابطال افريقيا امام الترجي ثم كانت توقف الدولي ومشاركة الدوليين مع المنتخب ازاي بيأثر ده من وجهة نظركم على مرحلة صعبة هيخد فيها الاهلي عدد كبير جدا من المباريات وبدايتهم طبعا مباراة فرق يوم الجمع هبدأ مع بلال يعني يمكن يا احمد انت عارف التوقفات الدولية ده اجندة دولية كده كده الانديك متفقين متفقين طبعا يعني الفكرة كلها في التعامل او في الفكر ان لازم يكون اللاعبين اكتر في التعامل مع موضوع المنتخبات ان هو بيعرف يفصل ما بين فترة المنتخب وفترة النادي لازم يؤمن ان التحديات المطالب بيها مع منتخب بلاده تختلف تماما عن التحديات المطالب بيها مع نادي وان كل واحد او كل حاجة بتقدر بقدرها يعني زي ما بيتقال النادي مطالب بالفوز ببطولة النادي معروف انه عنده بعد العودة ضغط مطشاط كل 3 يام مباراة تقريبا فلازم تكون اللاعبة عندها استعداد زهني خاصة الدوليين لأن انت عارف أن اللاعبين اللي منضموش لمنتخبات بلادهم قريدي كانوا شغال جهاز الفني معاهم سواء عن طريق الشحن النفسي والمعنوي أو عن طريق كمان التحضير الفني ولكن اللاعبين الدوليين لما هينضموا هينضموا متأخر يعني اللاعبين تقريبا هياخدوا أول تقريبا وبعد كده على طول يوم معسكر ومباراة وبعد كده هتلاقي نفسك حتى في أجواء العيد مفيش فرصة لالتقاط الأنفاس آه انت رجع من رحلة صفر بالمناسبة يعني رحلة صفر غينية كانت رحلة صفر ملهقة جدا 8 ساعات في الضيارة آه بالزبط رايح جاي وأجواء هناك صعبة شوية فلازم اللاعبة يبقى عندها ريكافر كويس قوي لازم زي مجبيب جورديولا في وقت من الأوقات تتكلم عن أنه هو مع ضغط المباريات وتوالي البطولات يعني وضغط البطولات كان بيقول أن في وقت من الأوقات كان بيلجأ للعامل الشرح التكتيكي والكلام الفني فقط لغير وكان بيكتفي بتدريبات بدنية خفيفة نظرا لخوفه من تعرض اللاعبين للإجهاد أو للإصابات فأعتقد أن المرحلة اللي جاية هتشهد شكل ما في الموضوع ده أن أنت تبدأ تشغل مع اللعبة شرح فني دراسة الأندية اللي أنت هتواجهها في المقابل الحمل البدني أعتقد أنه مش هتقدر تعلبه لأن أنت زي ما قلت لك هتلعب كل 3 يام مباراة أنت كل 3 يام بصفر يعني أنت مطش فارك وبعدين مطش الاتحاد لأتنين فيهم بصفريتين برضو حتى لو سفريات صغارة كابتن عماد خلينا أسألك الأول لو أنت بتلعب في الدوري الأمريكي كنت بتلعبه كل 3 يام مطش يعني أنا بأخذ من الكلام بلال اللعيب الكرة اللي بيلعب كل 3 يام مطش ده وتعب محتوط تحت ضغط ومطالب أنه شبس يلعب لأنه يقدم أحسن ما عنده ويكسب القصة دي بالنسبة لعيب الكرة يعني بتشوفها إزاي هو ده عرف بيبقى بالنسبة للدولة اللي بتبقى عاملة الليك بتاحها يعني كل دولة بتختلف عن الأخرى يعني ممكن أوروبا بتختلف عن أمريكا اللاتينية وأفريقيا نفس القصة لكن أنا بأتكلم على اللي أنا كنت فيه لأ كنا بنلعب أربعة أيام يعني ممكن يبقى مثلا أربع مرات في الشهر مباريات أو خمس مرات تلعب كم مطش في سيزن تقريبا في الفترة لعبت كم سنة ستة سبعة سنين تقريبا لعبت تسعة سنين أو سبعة سنين وبيطبقها في أمريكا زائد أنه هو كمان مدعم دوت بخبرة من البرازيل ومن ألمانيا يعني عمل حاجة في أمريكا عارف كوميونيكيشن كده جميل بين كل دول العلم المتقدمة في الكورة وبدأ يدير اللعبة بشكل احترافي غا علما منهم في الكورة يعني ممكن عمرهم قسار قوي لكنهم ما بدأوها بشغل علم بس في الفترة اللي دخلت فيها الكورة أنا عارف طبعا في البسكت طبعا هناك الايس هوكي الأمريكي كل ده ليه شعبية أو جمهارية أكثر اللي ممكن القورة نمرى ثلاثة أو أربعة في الشعبية بالنسبة للناس يعني بيسبول مهمة جدا للأمريكان وكل المرهنات عليها والبوسبول نفسها كاية وهوكي الجليد لكن التضخم اللي موجود دلوقتي من الجنسيات المختلفة داخل أمريكا بقى عامل قورة القدم بقت أساسية يعني فيه من المكسيك كتير عرب أفرقى كل الناس اللي بتحبوا قورة القدم بقت متابعة يعني الدورة الأمريكي كامل العدد دورة الأمريكي 29 فرقة لا أقول قعبة وجابهم جوم كتير برضو يعني تيريون ريلاع في أمريكا شوف يا أحمد هقول لك على حاجة لما يكون عندك مال وفيه تضخم في مال وفيه رعاة مظبوطين وفيه توظيف للمال ده مظبوط بتنجح للحكاية يعني أنا مش فكرة أني بقى عندي فلوس وعندي داخل فلوس لنادي ومش عارف أوظفه لأ توقع مني لكن توظيف المال داخل الأندية اللي الأمريكية بتضارب احترافية بتضارب علم بتضارب بناس مؤسسة بيشرف عليها لجان قوية جدا ومفاعلة ومتابعين لهم متابعة جيدة لأننا النهاردة بقت شركة بقى مصنع بينتج لازم المنتج دوت لازم يكون جيد اللي هو لعيب الكرة عشان يسوقوا لأننا شريب ملايين من أوروبا خلينا روح لتمرنت الأهلي وارجع